ومعنا من الرياض المحلل الاستراتيجي اللواء متقاعد الدكتور زايد العمري سعدت اللواء مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة يعني من وجهة نظرك كمحلل استراتيجي وهذا ربما السؤال الذي كنت أبحث عن إجابة شافية له ولم أتوصل إليها حتى الآن لماذا لم تتحرك القيادات العسكرية داخل صنعاء هل خوفا وخشية من عمليات الاعتقالات والاغتيالات الممنهجة أم عدم وجود ليدر أو قائد يقود ويرتب الصفوف داخل القيادات بسم الله الرحمن الرحيم أخي عمر أحييك وأحيي فيك ميولك العسكرية فدائما ما أشعر بميولك العسكرية في أسئلتك حقيقة الأمر أن الحوثيين لديهم نشوة الانتصار والحصول على الثأر من الرئيس السابق علي صالح والدليل على ذلك والأخوة اليمنين يعلمون أن المقتول لا يلبس خنجره إلا بعد أن يؤخذ ثاره وعبد الملك الحوثي هو اللبس خنجر حسين الحوثي شقيقه حينما تحدث بعد مقتل علي صالح فالحوثيين يعيشون نشوة الانتصار على الأكس تماما المؤتمرين الموجودين داخل صنعة يعيشون خيبة الخسارة وفقد الزعيم كما يسموه الشيء الآخر والأهم هو ما ألبحت له أن الحزب المؤتمر لا يوجد لديه سياسات بالأسف الشديد كان سياسة حزب المؤتمر محصورة في اسم علي صالح وماذا يرغب علي صالح لم يوجد له سياسات ممكن أن تنفذ بعد خروج أو موت خروج تنازل عن الرئاسة لا يوجد سياسات ما أراه كإجابة لهذه الأمر أولا أن يخرج القادة السياسيين المؤتمرين الموجودين داخل صنعة لأن حزب المؤتمر مختطف كما قال الرئيس هادي على تغريده له اليوم في حسابه الشيء الآخر أن يبقى القادة الميدانيين القتاليين ليقودوا المقاومة داخل صنعة لأنه من الصعب أن تدخل القوات داخل صنعة ما لم يكن هناك من يستطيع أن يقاوم ميليشيا الحوثي داخل صنعة ويحاول أن يخرجها خارج صنعة وبالتالي يمكن التعاون معها صنعة يوجد فيها أكثر من ثلاثة مليون نسمة ويصعب على قوات التحالف أن تضرب أهداف داخل صنعة أنا أعلم أنه يوجد داخل صنعة أكثر من ثلاثة ألاف أربعة ألاف قل خمسة ألاف هدف عسكري يمكن استهدافها داخل صنعة ولم تستهدف من قبل التحالف لوجودها قرب مساعدة دور عبادة مساجد لوجودها بالقرب من مساكن هذا الإجابة التي أستطيع عليها في الوقت المتاح منك أخي عمر في هذه اللحظة طيب سعادة اللواء كذلك لو نتحدث عن الدفاعات الحوثية هناك عملية اختراق حدثت من جبهة خولان وحاول الجيش الوطني التقدم باتجاه أحدث اختراقا ولكن هل هذه الخطوة كافية وما هو التكتيك الذي من الممكن أن تهز من خلال الدفاعات الحوثية عملية إحداث ثغرات لازل تبحث عن الإجابات العسكرية أخي الفاضل التحالف لا شك أنه وضع لا أشك أن التحالف لديه خطة استراتيجية لدخول صنعة وأن التحالف قد أعد العدة للدخول إلى صنعة وأنا أرى أن التحالف لا يمكن أن يدخل بقواته إلى صنعة وإنما سيدخل الجيش الوطني إلى صنعة والمقاومة من داخل صنعة تحاول أن تضرد الحوثيين إلى مواقع قتل يمكن أن تستهدف فيها الشيء الآخر يجب أن نشري ما هو نشري ولا آت للأسف الشديد هذا يجب أن يستشعر الشعب اليمني داخل صنعة خارج الصنعة أن الحوثي لم يأتي من أجل إنقاذ اليمن ولا من أجل ازدهار اليمن أتى من أجل أن يقتل اليمن وأن يؤخر اليمن ولديه أجندة إيرانية يجب أن يستشعر كافة الشعب اليمني هذا الأمر حتى نستطيع أن نضع أيدينا في أيديهم ونحاول أن نستنهض همامهم ونخرج هذه الحذالة من موجودة في صنعة أنا اسمح لي أن أوجه كلمة إلى الشماليين الجنوبيين في خلال ثلاثة أشهر وبدعم من التحالف أستطاعوا أن يطهوا ثمانين في المئة من الأرض وأستطاعوا أن يطردوا الصالح وقواته ويطردوا الحوثي من عدن ومن المدن والمحافظات الجنوبية أين أبناء الشمال؟ أين حزب المؤتمر؟ أين الرجال؟ والله قد قال عنهم في القرآن أولي قوة وأولي بأس شديد هذا أستنهض الهمام وأوجه كلمة إلى الأخوة في الشرعية أن عليهم أن يذهبوا إلى الميدان وأن يقودوا بأنفسهم هذه القوات الموجودة في مأرب ويحركوها باتجاه صنعة ولهم من التحالف الدعم الناري والدعم اللوجستي والدعم السياسي والدعم الاقتصادي ولم يقصر عليهم ملك الحزب والعزب بشيء مطلق شكرا للواء متقاعدة دكتور زايد العمري المحلل الاستراتيجي كنت معنا ميناريات